بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلميذ الصف الرابع لابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض امتحان محافظة الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراه على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد سؤال رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة مما يلي رقم واحد مجفف الشعر وغلاية الماء ينتجان طاقة طبعا مجفف الشعر والغلاية غلاية الماء دول بينتجوا لي طاقة حرارية السؤال رقم اتنين الفحم أحد أنواع الوقود ولكن لا يمكن استخدامه بطريقة مباشرة في التدفع تشغيل التلفزيون طبعا لا يمكن استخدامه بطريقة مباشرة في تشغيل التلفزيون طبعا احنا عارفين أن الفحم فيه هناك بعض محطات توليد الكهرباء بتقوم أو بتشتغل بالفحم بتشتغل به بالفحم طبعا لما احنا بنشغل هذه المحطات بالفحم المحطات دي بتنتج لي طاقة كهربية الطاقة الكهربية بتصل إلى المنازل وبتعمل على تشغيل التلفزيون يبا إذن الفحم ممكن يشغل التلفزيون بس الطريقة غير مباشرة من خلال إنتاج الكهرباء في هذه المحطات رقم ثلاثة عندما يمتازج ماء المطر مع غاز ايه بيتكون المطر الحمضي طبعا لما يمتازج ماء غاز سيني أكسيد الكربون يعني يمتازج يعني يختلط ماء المطر مع غاز سيني أكسيد الكربون بينتج المطر الحمضي رقم أربعة في طوحين الماء تتحول طاقة ايه إلى طاقة كهربية طبعا طوحين الماء تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة ايه إلى طاقة كهربية السؤال اللي بعد كده نقط هي مصدر جميع الطاقات على سطح الأرض أقوله طبعا على طول ايه الشمس هي مصدر جميع الطاقات على سطح الأرض السؤال رقم اتنين بعد كده هم ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد يمكن تشغيل عربة استكشاف المريخ كريوسيتي عن بعض طبعا هو ده اللي بيحصل أنك عربة كريوسيتي كريوسيتي بتشتغل ايه بتشتغل عن بعض رقم اثنين الدليل على حدوث عملية الترسيب وجود أكوام من الرمال في مكان ما اللي هو المقصود بيها الكزبان الرملية الكزبان الرملية ايه سبب تكوينها؟ إنه هي طبعا في عملية ترسيب ترسيب لهذه الرمال فبتكون الايه الكزبان الرملية اقوله العبارة ايه العبارة صحيحة سؤال رقم ثلاثة حركة المولدات في محطات توليد الكهرباء أو الطاقة الكهربية بينتق طاقة وضع طبعا اقوله العبارة خطأ طب ليه أستاذ لأن طبعا حركة المولدات دي بتنتج لي طاقة كهربية تتكون الألواح الشمسية من الكثير من الخلايا النباتية طبعا كثير من الخلايا الشمسية يقوله العبارة ايه خطأ رقم خمسة الطاقة النتيجة عن تشغيل فرن الغاز هي الطاقة الكهربية أقوله العبارة خطأ طب خطأ ليه؟ لأن الطاقة النتيجة من فرن الغاز هي طاقة حرارية طاقة ايه؟ حرارية بإذن المخرجات طاقة حرارية ننتقل السؤال رقم ثلاثة صل من العمود با ما يناسب العمود ألف رقم واحد الطاقة المتجددة اثنين المراية المقعرة ثلاثة توربينات الرياح هنا هو في رقم با تحول طاقة الرياح إلى طاقة كهربية اللي هي توربينات الرياح يقوله توربينات الرياح دي بتحول الطاقة الحركية أو طاقة الرياح إلى طاقة ايه؟ كهربية طيب الطاقة التي لا تنفذ مع استهلاكنا لها اللي هي الطاقة المتجددة مهما نعمل طبعا لا تنفذ يعني لا تنتهي تجمع وتركز أشعة الشمس لتسخين وطهي الطعم دي المراية ايه؟ المراية المقعرة ننتقل لسؤال رقم أربعة اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات الأتية رقم واحد نوع من الوقود الحفري الذي تكون من بقايا كائنات بحرية اقول له ايه هو دو طبعا اقول له النفط والغاز والغاز الطبيعي سؤال رقم اتنين تل من الرمال المتكونة بفعل الرياح ده اسمه ايه؟ طبعا اقول له الكزباني الكزبان الرملية بكده حباب قلبي ننتهي من حل امتحان محافظة الإسماعيلية مدرية التربية والتعليم صفحة 228 من كتاب سلحة تنميز بدعوكم لعمل سابسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكيسركم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته